الاربع اهداف مشارك فيهم وسامة ابو علي النهاردة النهاردة لتالت مرة وسامة ابو علي افضل لاعب في المباراة ياخد جالسة افضل لاعب في المباراة لتالت مرة على التوالي وسامة ابو علي النهاردة وسامة ابو علي هداف الدوري وسامة ابو علي اللي انضم الالف يناير هداف الدوري مع فيستون ميلي مهاجم بيرامدز بتساوى معاه النهاردة نهارده وثامة وعلي بيسجل من ضربة سبت لو تفكروا أول مبارح قلت لكم إيه وجدت جايب لكم شوية أركام مهمة جدا ولقطات مهمة جدا وثامة وعلي بيسجل برجله اليمين بيسجل برجله اليسرى بيسجل بالرأس بيسجل النهارده من ضربات سبت بيسجل بتصوبات من خارج منطقة الجزاء بيسجل بتصوبات من داخل منطقة الجزاء مهاجم شامل شامل مثالي هدية القضى للنادي الأهلي بص الراجل ده أهو ده بقى اللعيبة اللي كل دولار اتدفع فيهم تقول حلال عليه حلال عليه احنا مش يدامل نقول إيه واحنا ميجيب لعيبة جانب لها جماعة وندفع لهم عملة صعبة وما بيفيدوش حاجة وفي الدولة أهو ده بقى لا الفلوس اللي بياخدها أقل من كمت أقل من كمت وثامة أبو علي وثامة أبو علي بالمستوى ده ده يلعب في أندية أوروبية كبيرة كمان مش أي نادي أندية أوروبية كبيرة أنت بتبالغ يا كريم قل لي قل لي حاجة واحدة نقصة وثامة أبو علي مع المهاجمين المميزين في الدنيا قل لي ما بيعرفش يلعب برجل الشمال بيعرفش يلعب برجل الشمال بيعرفش يلعب برجل اليمين بيعرف يلعب برجل اليمين ما بيعرفش يشهد ضربات السبطة بيعرفش يلعب براسه بيعرفش يلعب براسه مش متحرك وبطيء لا سريع بما بيزعجش الدفاع لا بيزعج الدفاع قول لي ناقص سوق إيه وسام أبو علي عشان كيف يقول لك هو وهدية للنادي الأهلي أنا متأكد أن النادي الأهلي وهو بيشتري وسام أبو علي عارف أنه هيجيب مهاجم جيد بس ما ظنش أن الأهلي كان متخيل أن وسام حيبقى بهذه القدرات العظيمة جدا وسام أبو علي متأكد أنه هيجي له عروض كبيرة جدا وهو بيضعف في النادي الأهلي وخليك فاكر وانا بقول لك هون نهاردة خليك فاكر وسام أبو علي يوم ما هيبيعه النادي الأهلي سواء الموسم اللي جاي والموسم اللي بعده حسب بقى ما النادي الأهلي يكرر هيتباع بأعلى رقم جيف الدوري المصري ده هيتباع بفلوس كتيرة أوش نانسي تقول لك أنه هو صغير في السن كمان يعني هو مثالي لأي نادي في أوروبا عادي جدا مش نقصه حاجة هيتباع بفلوس كتيرة جدا هيبقى أعلى لعب خرج من الدولة المصري وخليك فاكر وأنا وانت هو دي حكي أيها 25 سنة لسه لسه يعني ده لو قاعد مع الأهلي ثلاث موسم يبقى يا بغت النادي الأهلي وأكيد يبغته بس يبقى يا بغت النادي الأهلي عشان اللي زي دول بيتخطفوا بيتخطفوا في الدنيا كلها مش قولك كمان بقى في أوروبا هتلاقي كل الأندية اللي في الخليج وقفة على بغت النادي الأهلي خد لأنت عايزه والديني وسام خد لأنت عايزه والديني وسام بس أنا أتصور أن وسام هيبقى عزيز قوي قوي على النادي الأهلي يعني إيه يعني الأهلي بقى له سنين سنين بيدار على مهاجم أخيرا بقى وقعد اسرح وفكر معايا نهارده وسام مسام في الأربع أهداف وسام كسب النادي الأهلي بعد الفوز ببطولة أفريقيا في الدوري كثير من المباراة أي وقى وسام اللي كسب النادي الأهلي هتقول لي يا عم موكيكي الأهلي بيكسب طبعا هتقول لي مواقع الأهلي ممكن ياخد الدوري من غير وسام طبعا بس لو وسام مش موجود كان الأهلي يواجه صعوبات في الدوري الموسم ده صعوبات كبيرة فرق جدا جدا شوف لعيب ممكن يفرق لعيب ممكن يخلينا حتى ننطاق المارس الكولر يعني إيه يعني لو ما فيش مهاجم كنا نحن نقول طبعا المدارب بقى مفهوض يتصرف ما لو ما عندوش لعيبة بتسجل ما يتصرف وإن كان وده يرجعنا المارس الكولر تاني لو تفتكر السنة اللي فاتت مارس الكولر كان بيخلي لعيبة النادي الأهلي توصل ب20 كرة واكتر على المرمة عشان يعرفوا يسجلوا أهداف كان القالب يضيع فرص بالجملة لو تفتكروا فانا هزود معدلات الهجمات والفرص عشان يجي منهم واحدة اتنين بس دلوقتي ما بقى شيء محتاج يعمل ده مش محتاج يعمل ده